وحول ملف طاقة أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استعداد مصر التام لوضع أسس لشراكة قوية مع ألمانيا في مجال الطاقة بأنواعها من خلال تصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا والتحاد الأوروبي كما أشار رئيس السيسي لأن أزمة الطاقة أزمة عالمية كاشفة وليست فقط في توفر إمدادات الطاقة ولكن أيضا في تكلفة هذه الإمدادات وهذا ما يؤثره بشكل مباشر على الأسعار في مختلف الدول وكذلك في مصر لا العلاقة بيننا وبين أوروبا علاقة أكبر كتير من نحن يبقى دايما الهدف منها أننا يعني يتم تقديم شيء عشان نحصل على شيء آخر مقابل لي لكن نحن نتكلم على تعاون وتنسيق بشكل أو بآخر في المجالات المختلفة وكلمنا على أن إحنا أزمة الجزاء وأزمة الطاقة هي أزمة ضغطة جدا جدا على الاقتصاد في مصر وأحديكم مثال مهم أو تعرفوه وأنا قلت الكلمة دي قبل كده حجم دعم اللي بيقدم للناس في مصر إحنا ما نقدرش نعمل زي ما بيتعمل في أوروبا هنا أن إحنا الأسعار تنعكس على المواطن ونقدرش نعمل ده لأن ده لو حصل في مصر هيحصل مشكلة كبيرة جدا جدا لأن ده هيبقى يعمل تضخم هائلة يتحمل المواطن المصري وبالتالي هيبقى حالة عدم الاستقرار على المحك في هذا الأمر وبالتالي اللي احنا بنتطلبه من أصدقائنا في أوروبا أن هم يعاونونا في هذا الأمر وأيضا مع مؤسسات التمويل الدولية زي الصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يساهموا معنا بأن هم يعني يساعدونا في إيصار رسالة لهم بأن الواقع اللي موجود في بلادنا ما يتحملش المعايير المعمول بيها خلال هذه المرحلة حتى تنتهي هذه الأزمة حتى تنتهي هذه الأزمة فطيب هل المحطات الإسالة اللي موجودة في مصر أقدر أقولك أن كل الغاز اللي ممكن يطلع في شعب المتوسط ممكن تصديره من مصر إلى أوروبا بالإمكانيات اللي متاحة بالفعل عندنا وإحنا مستعدين نعمل ده لأن احنا بالمناسبة إن كان لنا دور نقدر نعمله في تخفيف أثار أي أزمة احنا مستعدين نلعب هذا الدور ترجمة نانسي قنقر